اكدت الدكتورة سامية علي بهرام الوكيل المساعد للصحة العامة رئيس لجنة المسح الصحي الوطني بوزارة الصحة استعداد وزارة الصحة بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ومراكز الرعاية الصحية الأولية للبدء في إجراء المسح الصحي الوطني التجريبي والمزمع انطلاقه في الربع الأخير من العام الجاري يهدف المسح الصحي الوطني إلى مواصلة جمع المعلومات عن الوضع الصحي في مملكة البحرين وتعزيز قاعدة البيانات لترسيخ تقدم نظام الرعاية الصحية وبيّنت الوكيل المساعد للصحة العامة أن الوزارة عقدت أولى الدورات التدريبية المتخصصة لتأهيل الباحثين المشاركين في المسح الصحي الوطني لتزويد الباحثين بالأدوات والتقنيات اللازمة لجمع البيانات وتحليلها بدقة من جانبها أكدت السيدة دعاء سلطان الحربان نائب الرئيس التنفيذي للأحصاء والسجل السكاني في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أهمية المسوحات التي تجريها الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية باعتبارها أحد أبرز الأدوات التي تساهم في رفض صناع القرار بالمعلومات الدقيقة حول مختلف القطاعات ترجمة نانسي قنقر